اشتركوا في القناة الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية لمملكة البحرين حيث نقل إلى جلالة الملك المفدى تحياته وتقدير صاحب الجلالة ملك مملكة تايلاند وتمنياته لشعب البحرين بالمزيد من التقدم والرخاء فيما كلفه جلالته بنقل تحياته وتمنياته لجلالة ملك تايلاند ولشعب بلاده الصديق دوام التطور والازدهار رحب جلالة الملك المفدى بضيف البلاد الكريم وبزيارته للمملكة والتي تشكل انطلاقة جديدة على صعيد تطوير العلاقات الثنائية الوطيدة في كافة الميادين معربا عن تغديره لجهود رئيس الوزراء التايلاندي في توثيق التعاون البحريني التايلاندي وتنميته واستعرض جلالته مع رئيس وزراء تايلاند سبل تعزيز وتوسيع نطاق التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية وذلك في إطار الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين في هذا الشأن وبما يخدم المصالح المشتركة وأكد العاهل المفدى حرص مملكة البحرين على تعزيز علاقاتها المتنامية مع مملكة تايلاند وتطلعها إلى المزيد من التعاون وتوسيع الشراكات القائمة وفتح المجال أمام المزيد من الشراكات في القطاعين الحكومي والخاص وتبادل الخبرات والتجارب في تطوير القطاعات المختلفة وأكد صاحب الجلالة وظيف البلاد الحرص المشترك على توطيد أطر التعاون في جميع المجالات خاصة فيما يتعلق بالجوانب التجارية والاستثمارية والاستفادة من خبرات وامكانيات البلدين في دعم المشاريع والبرامج المشتركة والتي من شأن أن تعود بالخير والفائدة على الشعبين الصديقين ونوه جلالته بأهمية تبادل الزيارات بين المسؤولين ورجال الأعمال من أجل ارتقاء بأوجه التعاون الثنائي بالشكل الذي يحقق تطلعات البلدين في علاقات أكثر ازدهارا وتطورا وخلال اللقاء أكد حضرة صاحب الجلال حفظه الله على أهمية تعزيز وتطوير أواصر التعاون بين دول مجلس التعامل لدول الخليج العربية ورابطة أمم جنوب شرق آسيا الأسيان وبالأخص في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بما يعود بالخير والنفع على الجانبين منوها جلالته في هذا الجانب بالقواسم المشتركة التي تجمع منظومة مجلس التعاون ورابطة الأسيان حيث ينتميان إلى منطقتين استراتيجيتين ذات همية خاصة للتجارة والاقتصاد العالمي وتتمتعان بحيوية كبيرة جعلتهما محط اهتمام التجمعات والدول الأخرى كما أشاد جلالة الملك المفدى بالإنجازات التي حققتها مملكة تايلند على كافة الصعد الاقتصادية والتنموية والسياحية وبدورها الإيجابي في محيطها الأسيوي ومعربا عن تغديره لإسهامات الجالية التايلندية وما تقوم به من جهد مثمر في مسيرة البناء والتنمية والتطور في مملكة البحرين كما تم خلال اللقاء بحث مجمل الأحداث والتطورات الإقليمية والدولية والقضايا موضع اهتمام البلدين وجرى التأكيد على دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وقد عرب رئيس وزراء مملكة تايلند الصديقة عن شكره وامتنانه لجلالة الملك المفدى على ملقيه من حفاوة وكرم الضيافة وعلى ما يلقاه أفراد الجالية التايلندية من رعاية واهتمام مشيدا بالدور الذي يقوم به جلالته في تطوير العلاقات البحرينية التايلندية والارتقاء بها على كافة المستويات مؤكدا حرص بلاده على توسيع طر التعاون مع مملكة البحرين وفتح آفاق جديدة لتحقيق المنافع المشتركة في كافة المجالات وأشاد بما حققته مملكة البحرين من نهضة اقتصادية وتنموية وما تشهده من تطوير متواصل في كافة الميادين لكل ما فيه خير وتقدم شعبها الصديق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة